بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية الفنية الصناعية أهلا مرحبا بكم اليوم سنتحدث عن الفرق بين كلمة because because of و كلمة which كلمة because لابد يأتي بعدها فاعل فاعل يعني سبجكت وبعد كده بعد السبجكت أي فاعل وما because of لازم يجي ورا منها اسم يا ضمير يا إما اسم مباشرة يا إما ضمير زي إيه فايبر جلاس is used for making boot boot has because it is tough جي بعد كلمة because لوحدها كلمة it فاعل أو ضمير للفاعل it is tough وبعد كده جي منها الفاعل تمام؟ بكلمة because جي بعد منها it طيب ممكن أقول تاني فايبر جلاس is used for making boot holes يعني فايبر جلاس بستخدمه لصناعة الهياكل بتاعة السفن because of its toughness because because it because of its toughness one self board is made of plastic foam because of plastic foam because of because of plastic foam لأن plastic foam cannot be sunk لأن لا مش ممكن أن يغرق فبقل لي أربط الجملتين بمين بويتش أدور على مين اللي بيتكرر ألاقي كلمة بلاستيك بلاستيك فوم أشيل كلمة because بلاستيك فوم وحط كلمة which cannot be sunk خلاص تعينا على كده the one self board is made of بلاستيك فوم which cannot be sunk لبقى أنا جدا بدلت كلمة because بلاستيك فوم المقررة حطيت بكنا كلمة which واضح؟ تمام تعالنا نشوف هنا the bomb is made of aluminium because it is impossible to break وبيقول استخدم which هعمل ايه؟ أنا سامعه؟ هعمل كلمة because it is which the bomb is made of aluminium which impossible to break سهلة جدا كده مثال اخر roads are covered with tarmac الاسفلت الطرق مغطاة بالاسفلت which prevents because it prevents tires from sleeping on them الذي يمنع كلمة because ورا منها مين it اللي هو subject الفاعل اللي احنا قلنا عليه هم اربع نقاط تكلمنا فيهم بسريعة يارب نكون قدرنا ان احنا نوضح الفرق بين كلمة because or because of وها كلمة .